السلام عليكم جميعاً أنا مالك أحمد استاجير طب بغداد هاي الفيديوهات رح نسويها بشكل رابد رفيو يعني نحل مجموعة أفكار عن موضوع معين فموضوعنا اليوم هو Diagnosis of Regenancy من أوائل المواضيع اللي ناخذها بالأبستاترك نحل علي ست أسئلة تحتوي على مجموعة من الأفكار فأول سؤال يقول Regarding HCG One of the following is false A. It is secreted by placenta mainly B. Beta subunit cross-react with TSH and cause hyperthyroidism C. Blood test is positive earlier than urine test D. Positive beta HCG is not diagnostic in a pregnancy أو of a pregnancy زيان فرح نشرح الموضوع ونرجع للسؤال Beta HCG يعتبر هرمون يصحولة Glycoprotein هرمون لأنه هو متركب من جزئين ألفا وبيتا زيان الـ HCG بشكل عام هو Glycoprotein هرمون فهذا الـ HCG ينفرز من البلاسنتا عن طريق السنسيشيو تروفو بلاستيك سيلز من ينفرز هو عبارة عن جزئين ألفا وبيتا فمن بالفحص يدزون بيتا HCG حتى يشوفون الـ Pregnancy positive beta HCG is specific for pregnancy but not diagnostic يعني يكو حالات غير الـ Pregnancy يرتفع بيها الـ Beta HCG for example H-mol for example certain types of cancer تمام؟ أهم شيء يتبقى بالك الـ H-mol بعدين هذا الـ HCG من يرتفع بالدم رح ينطرح باليورن تمام؟ في الـ Beta HCG ينصنع بالبلازنتا وبي ألفا وبيتا سبيونت بيتا is specific for pregnancy but not diagnostic يعني إذا لقينا positive HCG منقول هاي الفيميل حامل ما نحلف لأنه شنو تعريف الحمل؟ تعريف الحمل هو وجود viable fetus intra uterine زيان فلازم نلقى هاي النقطة يلا نقول أنه this female is pregnant فالبيتا HCG مو diagnostic يعني positive beta HCG ممكن نلقى بالـ H-mol تمام؟ زيان فعدنا أربع هرمونات نبقي هنا ببانة TSH والFSH والLH والHCG هذني glycoprotein hormones يتشابهن بالـ Alpha subunit يعني TSH بـ Alpha زيان والFSH والLH بـ نفس الألفا والـ HCG بـ Alpha نفس الألفا ولكن يختلفن بالبيتا إذا تلاحظ بهذا الرسم شكل الألفا يتشابه ولكن البيتا شكلها يختلف يعني يكون بيها فتفروقات بسيطة لذلك لما يصعد الـ HCG بشكل يعني يصعد بالـ HCG عالي يصير فهو بـ Alpha subunit و Beta subunit Alpha subunit والـ Cross React زيان ويذني الباقات TSH والـ FSH والـ LH and mimic their effect يعني من يصير HCG يعني من يصير TSH بسبب تشابه الألفا subunit بيناتهم فيصعد عدنا الـ HCG فيصير Cross Reaction فعبالك صعد عدك TSH يشتغل شغله فيصير عدك Hyper Thyroidism It is the Alpha subunit not the Beta subunit تمام فالـ Diagnosis of pregnancy يصير عن طريق الـ Beta HCG والـ Ultra Sound والـ Abdominal Exam إلى آخره يعني يكون مجموعة من النقاط الـ Beta HCG يرتفع بالـ Urine عفواً يرتفع بالـ Blood ورأسبوع تقريباً يعني ورأ فترة يرتفع بالـ Urine بالكتب أو بالأسئلة مرات تقرون يقول لك بأول أسبوع يرتفع بالدم ورأسبوعين يرتفع بالـ Urine فهذه بالمسلسلات والأفلام تحليل الحمل اللي يجيبوه مثل هذا المقياس مع الحرارة زين هذا مع الـ Urine زين اللي يساويه بالبيت تمام فيعني هذا ورأسبوعين يصير بوزاتيف اللي بالـ Blood ورأسبوع فـ Blood is earlier than Urine حسنا نرجع السؤال يقول لك إلقى للنقطة الخطأ فالـ Beta HCG ينفرز من البلزنتاء صح؟ زين الـ Beta subunit مع الـ HCG cross-react with TSH and cause hyperthyroidism هو الـ HCG صح يسوي hyperthyroidism إذا صار عالي ولكن الـ Alpha subunit مو البلزنت سبunit فالنقطة خطأ Blood test is positive earlier than urine test هاي النقطة صح الـ Positive beta HCG is not diagnostic of a pregnancy It is specific يعني تصعد زين بيها ونلقى بحالتين أو ثلاثة يصعد H-mall cancer بس هو مو نق مو diagnostic حسنا نعرف شنو فكرات الـ Diagnosis بالسؤال الثاني يعني How to diagnose pregnancy من تيجي Female pregnant زين رح نتقل الفكرة الثانية من تيجي Female pregnant أكو مجموعة من العوامل زين حتى نحدد هاي pregnancy لولا من ضمن هاي العوامل هي signs What are the signs of pregnancy فهذا السؤال هذا السؤال هذا السؤال One of the following is considered a diagnostic test in pregnancy أو a diagnostic sign in pregnancy للتصحيح ف presence of linia nigra heigar sign detectable fetal heart sound positive beta rcg فأنت شرح تقول قبل لا تشرح الموضوع قبل شوية قلنا positive beta rcg is not diagnostic فهاي النقطة نلغيها زين بقى هل وجود linia nigra diagnostic هل heigar sign diagnostic لو لقين detectable fetal heart sound أحسن منطقيا انه c diagnostic لان لقين fetal heart sound فمبدأين هي الجواب الصحيح ولكن خلي نفصل العلامات الموجودة بالabregnancy تقسم إلى ثلاث مجامع signs of pregnancy تقسم إلى ثلاث مجامع أول مجموعة اسمها presumptive signs يعني هاي تقترح وجود pregnancy ثاني مجموعة اسمها probable signs ثالث مجموعة اسمها positive أو diagnostic signs خلي نفتهمها البرسم تفهمها هن كلهن بيهن discoloration يعني شنو إذا الفيميل صار بوجهها فتيجي بقع سوداء اسمها كلوازمة أو ميلازمة أو يصحولها قناع الحمل mask of pregnancy هاي كلوازمة يعني صار discoloration هذا mask of pregnancy قناع الحامل صار بها سوات هذا من ضمن البرسم تفهمتف ساينس زيان أو ده تفحص لبدو من مالتها وليقيت خط على اللينية ألبا اللينية ألبا اللي بالنص صار above and below أمبلايكس لوني أسود اسمها لينيا نيقرا يعني همين لون أسود بالوجه لون أسود كلوازمة بالبطن لون أسود لينيا نيقرا هذا هو اللينيا نيقرا مرات تلقى على طول اللينية ألبا مرات تلقى بس جو الأمبلايكس تمام فهذا همين discoloration أو لون أسود همين من ضمن البرسمي ساينس ثالث ساين هي الشادويك ساين يصير لون طوخ يصير لون أزرق زيان شادويك ساين هذا بالبير بيرفجان الإجزامينيشن تلقي دارك بلويش سيرفيكس ديوتو انكريز فاسكولارتي انأبرغنان فيميل فالبريزمتف ساينس كلهن بيهن لون طوخ تمام لون طوخ بالوجه كلوازمة لون طوخ بالبطن لينيا نيقرا لون طوخ بالسيرفيكس شادويك ساين هسه ذني تمام حفظناه ما راح نساهم هاي البرزمتف أصعب أفوان مو أصعب ذني أبسط الساينات اللي هنه لا دايجنوستيك ولا شي أضعف الساينات يعني زيان أقوى الساينات اللي هنه علاقة بالطفل يعني الدايجنوستيك ساينس الدايجنوستيك ساينس هنه واحد اثنين واحد تسمع الفيتال هارت ريت أو الهارت بيت زيان ثنين الفيتال هارت موفمنت تنحس أو يعني تشوفها بالألترا ساونت تمام فالبوزيتف ساينس أما فيتال هارت ساونت أو فيتال موفمنت فيتال هارت ساونت تسمعه بالستة سابع عن طريق ترانز فجانل ألترا ساونت بالتسعة سابع دوبلر ألترا ساونت من 16 إلى 20 تقدر تسمعه بالستيثوسكوب اسمه بينارد استيثوسكوب بيستعملوه جماعة القايني حركة الطفل الألترا ساونت 7 إلى 8 سابع أو إذا كانت هاي الفيمي الأول مرة تصير حامل رح تسمعه متأخر رح تسمعه 20 أسبوع أو 18 أسبوع من الحمل أما إذا كانت يعني ملتي أكثر من حمل ساير عده تسمعه 15 إلى 17 هذا الرقم حفظ باقي الساينات الساينات عفوا أي ساين تسمعه ما عدا وما عدا الفيتال هارت ساونت والموفمنت هي بربابل ساين هسا عرفت شون تحفظهن فمن يجيب لك all of the following except رح تعرف شون التجاوب زيان فإذا الساين زي اللي بربابل هن يصير increase in the AP diameter of the uterus فيصير globular in shape أو بسيكوك هي جي اسمها اسمها صعب بسيكوك ساين هسا رح نشرحها وأكو هيقار ساين هم هسا رح نشرحها والسيرفكس يكون سوفت والبيتا أج سي جي بوزيتف هم يعتبر probable not diagnostic sign لأن نقدر نلقى بالتيومر ونقدر نلقى بالأج مول تمام في الشادوك ساين شرحناها الملازمة أو الماسك أو برغنانسي يعني قناع الحمل هم شرحناها اللينية نقرأ فهمنا فكرتها هاي الساين لما يسوون examination واليوترس يصير سوفت يصحول هيقار ساين هيقار ساين واحدة من البروبابل ساين يعني لا هي ضعيفة ولا هي diagnostic صارة بالنص وهاي الساين اللي اسمها غريب هاي شنو مني يصير implantation of the of the embryo زيان راح يصير بصفحة وحدة يعني لو يصير على يمين اليوترس لو على يسار اليوترس فيصير asymmetrical enlargement of the يوترس تمام هاي الساين اللخ فهذا هنهن signs of pregnancy فالسؤال شي يقول one of the following is considered diagnostic sign in pregnancy فأنت تختار detectable fetal heart rate heart beat أو تختار fetal movement وحدة اللي علاقة بدني شغلتين لا تختار hegar sign ولا linia nigra ولا milazma ولا shardwick sign ولا خدعك يجيب لك اسم غريب هي شي حلو اسم sign طويل ما لك علاقة low fetal heart rate low movement of the fetus this is a diagnostic positive signs أما الباقيات هن low discoloration presumptive low something else probable هذا الجدول تحفظه الpresumptive هن discoloration positive هن حجيناه نهاية زيان الفكرة اللخ اللي عدنا فكرة اللخ اللي عدنا يأكدون عليها بال obstetric history هاي مهمة جدا انت دا تسولف ويا المريضة فاكو سؤال تسئله يعني لازم هاي المريضة اللي هي تعرفها حامل يعني او دا تاخذ منها history مع الحوامل لازم تعرف اول يوم من اخر بيريت اجتها اسمها last minstrel period the first day of the last minstrel period L and B يقول لك ال L and B هل قد بالسؤال هذا السؤال يجي يجي final مرحلة خامسة يجي final مرحلة السادسة يجي بنهاية الرؤية مال اي متحن نسائية لان سؤال مهم قلتلك انه ال L and B مالتها 27 وبشهر السادس سنة 2017 طلعلي ال expected date of delivery باوع هو الحمل مرات يقولون 40 اسبوع او 42 اسبوع يعني الفيميل منه تصير pregnant حتى تجيب تحتاج 40 اسبوع حتى يعني تاخذ احتياطات يعني يقول لك دخلت بشهر راح تجي زين شون احسب هي اكو قاعدة اسمها نيقلي رول نيقلي اش قال قال تجيب ال L and B اضيف سبع تيام على الايام زين و اضيف تسع اشهر على الاشهر يعني شنو يعني هسا هاي 27 اضيف لها سبعة اش قد تصير طبعا تنتبه على الشهر يا هو تنتبه على الشهر يا هو سحشي لكم فكرتها المهم السبعة و اشهر اذا اضفت لها سبعة انتبه على الشهر هسا تجي على سالفة الاشهر اوكي هي ممكن تكون بديهية بس بالامتحان لا تغلط طلع ايدك طلع ايدك قدامك و سوي مثل هاي القبضة وقول شهر الواحد واحد وثلاثين واحد وثلاثين السادس جغد تلاثين السابع واحد وثلاثين الثامن واحد وثلاثين وهكذا اوكي التاسع تلاثين العاشر واحد وثلاثين الدعش تلاثين الاثناش واحد وثلاثين فالتقدك اي عظم صاعد هذا العظم الصاعد هو واحد وثلاثين واي خسفة بين ذني العظمين هو ثلاثين ما عاده شهر الثاني ثمانية وعشرين تمام؟ فإنت من تجي تحسبه بهذا السؤال اللي هسا راح نحله قول آني بالسادس فاحسبها بصابعك عادي ماكو أي مشكلة أنت المهم تطلع حسابك صحيح ومضبوط وما تغلط بالسؤال يعني عادي جدا أنه أنت الأشهر ما تتذكرها طبيعي الإنسان ينسى فهاي الطريقة راح تبقيها ببالك قول آني بالشهر السادس أردأ أحسب شهر السادس يعني جون زيان فهذا جون 30 يوم أوكي نرجع السؤال هسا 27 حسبها بيدك 28 29 30 وراها 1 2 3 4 فعاني اليوم ماتي 4 وانتبه لأن عبرنا للشهر السابع يعني صرنا 4 7 منظفنا 7 يوم وراها نضيف 9 تشهر على السابع زيان فأنت حسبها 7 8 9 10 11 12 الأول الثاني الثالث الرابع فصار الجواب 4 4 شكيت بس انتبه على نقطة لخ احنا عبرنا من السادس صرنا سابع وراها عبرنا سنة يعني بقى هو هذا اللي غلطك بي اتا اذا حسبتها 4 4 تقول هاي كلش سهلة تختار 4 4 2017 وهذا الشي غلط يعني هو مو منطقي اتا من تقراها السابع اليوم راح تشوفه انه مو منطقي وسهل بس بالامتحان كلش سهلي وقعوك بيها ما راح تنتبه على السنة فهو 4 4 2018 يعني بين قوسين هاي الاسئلة ما بيها فكرة صعبة اي واحد يعرفها يجوز حتى واحد مو ما لعلاقة بالطب يقول لك يعني معقولة تدخل بها الشغلة هي معقولة اذا اكو استرسوا هالشغلات فأنت دائما انتبه احسب اليوم على كيفك وانتبه انه عبارة للشهر اللاخ وانتبه انه عبارة للسنة اللخ تمام فتضيف سبع ايام للايام واضيف سبع اشهر للاشهر مع الانتباه لي انه هذا الشهر جقد هل هو 30 يوم لو هو شهر الثاني شهر الثاني ترى 28 يوم ومرات يقولون 29 يوم زين وهكذا فهس عرفت تحسب الـ L&B مرات السؤال شوية يدفعو اكثر يقول لك اوكي انت حسبت الـ L&B قلنا لك الـ L&B وحسبت الـ Expected Date of Delivery احسب لي Gestational Age فهناش تحتاج يعني How to Calculate Gestational Age هس حشيناها حشيناها فكرة الـ Expected Date of Delivery شون حسب بعد ادك Gestational Age Gestational Age ببساطة يعني ادك الـ L&B نقطة ثابتة والـ Expected Date of Delivery نقطة هم ثابتة الـ Gestational Age متغير يعني شنو يعني انت ذا جيت مثلا بشهر العاشر Gestational Age مالتها كذا بشهر التاسع Gestational Age مالتها كذا اوكي فمثلا يعني اذا حسبت الـ وحدة فيميل انه بشهر العاشر هي يعني الـ Expected Date of Delivery مالتها بشهر العاشر واحد عشرة وهي جتك بواحد تسعة فيعني شقدل Gestational Age مالتها زين تنقص يعني يصير تسعة وثلاثين اسبوع اوكي يعني حسب القرب اذا هو Gestational Age اقرب للـ L&B تزيد واذا هو اقرب للـ Expected Date of Delivery تنقص بس انتبه من التنقص والزيد هست اذا نقصت شهر هو شهر اربع سابيع ولكن بحسابات الاوبستترك من تقول شهرين معناها تسعة سابيع ومن تقول تلت شهر معناها تلتعاش اسبوع انتبه على هاي النقطة زين يعني اذا وحدة مثلا ده تحسبلها وقلت Gestational Age مالتها شهرين حسبته وطلع شهرين يعني هي مثلا L&B مالتها بالتاسع زين وانت حاليا بالدعش وحسبت هذا جقد Gestational Age مالتها شهرين فديوم معين يعني هاي الشهرين تقول تسع أسابيع ما تقول ثمانة أسابيع لا تخطأ هذا الخطأ الشهرين هنا تسع أسابيع والثلاث أشهر هنا تلتعاش اسبوع تمام بعد اكو سؤال لاخ اللي هو هذا اذا وحدة عمرها 26 سنة زين جتي للأوفيس والفرس دي أوف لاس منسر البيري ادمالتها كان عشرة بشهر التاسع 2019 زين والفرس دي هذا منطي واللاست دي كان يوم 15 بشهر التاسع النقطة هي خمسة يام يعني البريري مالتها النقطة هنا منطيك الفرس ومنطيك اللاست دي غلطك بس تنتبه الـ L&B هو يعني انت تمشي عليه شهر العاشر هاي اول شغلة رادي واقعك بيها نكمل كل 35 يوم زين وإلى آخره من الحجي فاش قل لك قل لك شنو الـ expect date of delivery مالهاي الفيميل فهذا السؤال بيفكرتين أول فكرة إذا انطاك الفرس دي واللاست دي فأنت تاخذ الفرس دي احنا اهمنا الفرس دي فالفرس دي هو 10 9 2019 هسا وقف الفيديو وجرب تحسب الـ expected date of delivery الـ expected date of delivery هسا المفروض وقفته ورجعت الـ expected date of delivery منتج تحسبه اضيف 7 تيام فتصير 17 17 9 بعدنا وتضيف وراها 9 أشهر فتحسب زين التسع أشهر من تضيفها تصير 17 6 2019 عفوا 2020 باوع هي الخطأ للسر 17 6 2020 زين تروح على الخيارات هسا رح طلعي الخيارات السؤال تلقي خيار ب 17 6 2020 فتختار زين تجيك لجوبة ما لسئلة يطلع حلق غلط اكو فكرة ثانية بالسؤال الفكرة انه هذا الحس حيشينا وطبقنا مال نقلي رول على اساس انه الـ مال الفيميل تجي كل 28 يوم فاذا ذكر لك بالسؤال هي عدها تجي كل كذا يوم بس 28 تجي كل 29 تجي كل 30 خلي هو يحدد من يمي تجي كل 35 يوم في الفترة الفوق الـ 28 يعني هاي السبع تيام الزايدة تضيفها على الـ نقلي انتبه احنا من نحسب إذا ما حدد الـ كل جد تجي الـ ومدري شنو عادي نحسب ونطلع قبل بس إذا قال لك الـ مالتها تجي كل 35 يوم فتحسب هذا الحساب اللي هو صحيح وضيف عليها سبع تيام لخ فيطلع يوم 24 زين يطلع يوم 24 6 2020 فبالخيارات الجواب مو بي الجواب هو D للسبب اللي حتينا مني يقول لك regular من ويحدد يقول لك مثلا 34 أو 35 فرجاء بقوا هاي الفكرة ببالكم لأن هذا السؤال من وجاي أكثر من مرة بأكثر من امتحان مختلف الكليات وممكن انتوا بسندكم هسا من تتباعون الفيديو صيدون سادس أو التهس سادس ويجي بالوزاري وينغلط بي لأنه حسابه سهل يعني نختار بي ولكن الفكرة انه هو جواب D لسبب انه نقلي رول تتعامل انه 28 يوم ولكن بالسؤال قال لك 35 يوم فهذا الاسبوع الزايد اضيف على النتيجة ماتك حس تمام فكرة اذا جدت اذا جدت فميل ربروتكتف ايج جروب عدها امينورية يعني ما عدها منز صار فترة سكندري امينورية مو برايمري يعني هي كان عدها منز قبل وهسا انقطعت فالنقطة الاولى صحيحة يعني هي ساين ما لبريغنسي او سمتم ما لبريغنسي مورنينك يصير عدها نوجيا وفومتينك مرات يطور الموضوع فيصير فالشي اكبر من المورنينك سكنس يعني اكو حالات الفيميل حتى من الما يتلعب نفسها زين بعيث حتى الادوية يطهيها ايفي ما يطهيها اورال لان حتى الادوية يلعب نفسها ويسوعدها ونوجيا اوليجوريا ما صير بالعكس هي تزداد ادها لفريكوانسي زين اوليجوريا ماكو صير ادها روحات اكبر من اللازم ففريكوانسي اهم ان يصير ادها منتق تيوبركل فالجواب هو دي تمام فبالبريغنسي ممكن يصير امينوريا ممكن يصير breast tenderness ونجورجمنت ممكن يصير morning sickness وهاي براميسي ممكن يصير dark pigmentation of the nipple breast nipple وممكن منتق تيوبركل هاي مرات بيجي راح يسئلون عليها فتو سمارايز الفا سب يونت نوت بيتا سب يونت كروس راكت والتي أش ويسوي هايبر ثايرويدزم الساينز اوف بريغنسي هن الهن علاقة باللون discoloration يعني presumptive وprobable وdiagnostic الهن علاقة بالطفل heart rate وheart beat وفيتال movement ولازم يتضبط ال L&B والgestational age والexpected date of delivery واخر شي هاي طريقة يعني عرضتها حتى تشوفون يعني ممكن تدرسون الموضوع السريع وتفهمون اهم النقاط بي وتقدرون هسا ترجعون للملزة ما شوفوها تقريبا انتو تعرفون اهم الافكار اللي تتكرر بالاسئلة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر